الوحدة الثامنة إعداد الميزانية إعداد ميزانية سيساعدك على معرفة مقدار المال الذي بحوزتك. إذا كنت تتلقى الدعم المالي سواء من الحكومة و أو من كفلائك، فإن مقدار الدعم المالي الذي ستحصل عليه سيكون محدوداً وهو يكفي فقط لتغطية احتياجاتك الأساسية. المبلغ الذي تتلقاه في شكل دعم مالي سيتوقف على العديد من العوامل، بما فيها حجم الأسرة وسن أفراد الأسرة والمكان الذي تعيش فيه واحتياجات أسرتك ومصادر الدخل الأخرى. يعتمد طول الفترة الزمنية التي سيستمر فيها هذا الدعم على برنامج إعادة التوطين الخاص بك. تبعاً للظروف كالفردية، قد تتلقى علاوات إضافية. يمكن أن تشمل هذه العلاوات علاوات عائلية لمولود جديد، أشخاصاً فوق سن الخامسة والستين، أشخاصاً ذو احتياجات غذائية خاصة، أو مساعدة إضافية على دفع إيجار السكن. تختلف تكلفة المعيشة حسب المكان الذي تعيش فيه في كندا، فهي تختلف من مقاطعة لأخرى ومن إقليم لآخر بين المدن الكبرى والمناطق الريفية. وقد تعتمد أيضاً على الحي الذي تعيش فيه. ما إن تعيش في سكنك الدائم، ستحتاج كل شهر إلى دفع ثمن تكاليف عيشك الأساسية وغير ذلك من النفقات اللازمة، كدفع إيجارك وفواتير الخدمات في الوقت المحدد كل شهر وشراء الطعام. إعداد ميزانية سيساعدك على معرفة مقدار المال الذي بحوزتك وبإمكانك أن تنفقه. فيما يلي بعض النصائح المفيدة لتوفير المال. بإمكانك أن تتقاسم بيتاً أو شقةً مع شخص آخر وتدفع جزءاً من الإيجار. يمكنك أن تبحث عن سكن تتوافر فيه خدمات مشمولة في تكلفة الإيجار، كالتدفئة والمياه والكهرباء. هذه تكلفة ثابتة يمكن أن تساعدك على وضع نيزانيتك. وإلا فإن تكلفة الخدمات ستكون منفصلة عن قيمة الإيجار وتختلف بحسب الاستخدام الشخصي. بإمكانك أن تستخدم وسائل النقل العمومي عوضاً عن شراء سيارة. بإمكانك أن تشتري أغذية طازجة وتعد الوجبات في البيت عوضاً عن الأكل في المطاعم. بإمكانك أن تبحث عن المتاجر والمنتجات الأدنى كلفة، ومتابعة المنشورات الإعلانية بحثاً عن الأسعار الجيدة. بإمكانك أن تختار إما هاتفاً خليوياً أو هاتفاً أرضياً عوضاً عن الاثنين لتوفير كلفة التواصل. بإمكانك أيضاً أن تستخدم شبكة الإنترنت للقيام باتصالات هاتفية لمسافات بعيدة أو شراء بطاقات هاتفية. بإمكانك أيضاً أن تستخدم مجاناً الإنترنت المتاحة في المكتبات وفي أماكن عمومية أخرى. احرص دوماً على أن تقارن بين الأحكام والشروط قبل اختيار عقد أو خطة دفع للهاتف الخليوي أو تلفزيون بالكبل أو الإنترنت أو الأثاث أو السيارة. وابحث عن التخفيضات المتاحة. ضع ميزانية لنفقاتك بحيث يمكنك العيش بالمال الذي تتلقاه. إذا أنفقت كل المال قبل نهاية الشهر، لن تتلقى آية مبالغ مالية أخرى. يمكن لمن يدعمونك تقديم النصح لك حول كيفية إنفاق المبلغ المحدود الذي تتلقاه بطريقة مسؤولة. بإمكانك على سبيل المثال أن تسأل منظمتك الممولة من الحكومة أو الجهات الرعية لك، عما إذا كانت هناك رعاية منخفضة التكلفة للأطفال، متاحة في مجتمعك المحلي، أو ما إذا كان هناك مجال لتقاسم المسؤوليات مع أولياء أمور آخرين. بإمكانها أن تدلك على المكان الذي بإمكانك أن تشتري فيه الأغذية، وتقدم لك النصائح حول كيفية البحث عن أسعار جيدة، وكيفية البحث عن المبيعات بأسعار مخفضة، واستخدام قسائم التخفضات والمقارنة قبل التسوق، والاستفسار عن المبيعات الخاصة. اعتماد توقعات واقعية فيما يخص ما بمقدورك فعله بالأموال التي تتلقاها، سيساعدك على التأقلم مع الحياة في كندا.